موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم من جديد في قناتكم كريبتو بنتليمان وقبل أي حاجة بنرحب باشتراك 10.000 مشترك وبنعيدكم أن نقدم كل ما هو جديد ومفيد في سوق الكريبتو لو دي أول مرة بتشاهد القناة فكريبتو بنتليمان هي قناة متخصصة في سوق العملات الرقمية وكيفية إدارة المحافظة الـ VIP عن بعد لو محفظتك أقل من 5000 USDT تقدر تنضم مجانا لقناة التليجرام المجانية اللي بيتم عليها طرح مضربات مجانية وبيقدر يحقق فيها 11% و1400% حسب التصويتات الواضحة أمامكم على الشاشة بتقدر تاخد اللينك من صندوق الوصف أو تقدر تعمل اسكام للبركود الخاص الموجود أمامك ومن خلاله تقدر تنضم للقناة الرسمية الوحيدة مجانا وتأكد أن انت على قناة الرسمية الخاصة بينا بشكل مجاني أما لو محفظتك أكبر من 8000 USDT فتقدر تنضم لإدارة المحافظة الـ VIP عن بعد بيتم من خلالها دفع اشتراك 3000 USDT بشكل مقدم وبيتم إدارة المحفظة عن طريق المعلومات المباشرة اللي بنقدمها لحضرتك عن طريق أهم المضربات المجانية والعملات المهمة في سوق الكريبتو بيتم من خلالها تقسيم الربحة عن طريق 60% لمحفظة حضرتك و40% بيتم إرسالها للمحفظة الخاصة بالقناة لو العرض بيهم حضرتك فاحنا ملناش إلا رقم واتس واحد هو اللي ظاهر أمامك على الشاشة أو موجود في صندوق الوصف تقدر من خلال تتواصل معنا بندرس وضع الخاص بالمحفظة بتاعة حضرتك ومن خلالها بنشوف الاتراحات السليمة اللي بتوجه المحفظة للربح بإذن الله لو بيهم حضرتك الاتصال تقدر تتواصل معنا عن طريق الرقم الوحيد الظاهر على الشاشة النهاردة عايزين نتكلم في حلقة مهمة جدا فهريت لنجاني الأهوة الخضرة ورقوا قلم وتركز معايا انتظرونا بعد الفاصل العملة دي أنا مصر دايما نحطها في كل حلقة لإني العملة دي هي تحدي فعايز أقول إن احنا كلنا في الفي اي بي شغالين على العملة دي ولو محفظتك أكبر من 8000 يو از تي تقدر تشترك معنا عن طريق رقم الواتس اللي موجود فيه صندوق الوصف وتنضم لينا لإن العملة دي فيها بمب المفروض هيحصل بعد تجميع قوية موجودة في الفترة الحالية بارتفاع 2000% عايز أقول إن يوم 24 يونيو 2022 حصل بومب صغير في العملة دي ب120% وهو ده الفيديو اللي أنا عملتول كل حقاتي فيه 50 ألف دولار ربح عايز أقول تاني إن قدامنا محفظتي إن أنا حاطتهم على التليجرام المحفظة الأولى خسرانة 75% من رأس مالها وصلتني من 102 ألف وصلتني ب27 ألف أو 26 ألف خمسمية من أخويا في السودان والمحفظة التانية خسرانة 80% من 41 ألف وصلتني ب8500 من أخويا أيضا في الله في ألمانيا وعايزين حاطتهم قدامكم تحدي عشان نشوف في الدورة دي هنقدر نوصلهم للربح إزاي ونرجحهم لرأس مالهم اللي كانوا عليه العملة دي من العملات المهمة جدا اللي فيها بمبات عالية زي ما انتوا شايفين بالشكل اللي متبغاجد أمامكم من الشرط أنا مش بعمله بإيدي ده شرط موجود فلو محفظتك مهم إنك عايز تخش في عملة قوية في الفترة الحالية اللي احنا فيها دي هتاخد رقم الواتس بتنضم معنا في المحافظة الVIP بدون ما ناخد منك باسفورد بدون ما ناخد منك ربط للمحفظة بتاخد إدارة مباشرة من بايرك ليك بشكل مباشر لمحفظتك وتعليماتنا بتوصلك بشكل مباشر ونقدر نعمل فيها أرباح جيدة بإذن الله تعالوا بقى نشوف حلقة النهاردة ونركز بفنجان القهوة والورقة والألم ورجعنا لكم من جديد ونشوف أخبار السوق حاليا احنا في الماركت معانا تريليون خمسة وستين مليار خمسمية تنين وعشرين مليون واحد وسبعين ألف دولار أمريكي وخلونا نقول بقينا بنتكلم تريليون بالنسبة ليه استحواز البيتكوين فهو 42.26 الإيسريام 17.70 آخر 24 ساعة من التداول بمية مليار ربعمية وتمانية مليون ستمية أربعة وعشرين ألف دولار أما عدد العملات الرقمية فهو 20288 عملة رقمية تعالوا نشوف أخبار البيتكوين والليه الردفاع اللي بيحصل وفين المقاومة العميدة اللي ممكن يتم فيها البيع وهل هينزل السعر خلال التمانية واربعين ساعة القادمة ولا لا تعالوا مع بعض نشوف الشرط ونتكلم مع بعض فالشكل الجميل اللي موجود أمامنا ده هنيجي نقول من أول هنا بالزبط من أول لما وصلنا عند السبعتاشر ألف الأول أو أنا أعيز أقول لكم الأول كده سبعتاشر ألف خمسمية تمام من بعدها قلنا إن إحنا نمشي في خط عرضي اختبرنا الواحد وعشرين نزلنا عند التسعة تشرات بعد كده اختبرنا الواحد وعشرين تاني نزلنا أكتر عند التمنتشرات بعد كده بدأنا نكمل نتحرك بالشكل الجميل الحلو اللي إحنا شايفينه صعدنا لغاية الاتنين وعشرين ألف أربعمية تمام رحنا نازلين مصححين تحت زي ما أنتم شايفين عند التمنتاشر تمنمية تمنتاشر تمنمية وخمسين بعد كده خدنا السعود اللي إحنا فيه حاليا دلوقتي وده هرجع أقول لأن الدوار قصر نقطة المية وستة وما قدرش يخترق الحاجز ده فده أدى لارتفاع كمان الأسوال خلال الفترة اللي جاية هنشوف احتمال كبير زيادة في الدولار وهيكون أعتقد خمسة وسبعين نقطة محدش يعلم الغيب دي حاجة هتظهر وهتوضح لنا بشكل مباشر ولكن أنا بقول المتوقع ولما هيكون معانا خمسة وسبعين نقطة هنشوف ساعتها هبوط في الأسوال فالنهاردة أنت موجود عند مقاومة مهمة وآخر المقاومة دي هيوصل عند ال 24 ألف دولار هي 23.500 ليه ال 24 ألف إيه اللي ممكن يحصل عند ال 24 ألف اللي ممكن يحصل في البيتكوين عند ال 24 ألف إنه يتم عملية بيع كبيرة تنزل السعر تاني يختبر ولكن ممكن يختبر كم بقى يختبر 16500 فلذلك بنصح ان الكل يخلي باله في عمليات الشراء بنصح ان الكل ما يشتريش في الوقت الأخضر ما ينفعش يبقى كنا قاعدين بقى فترة كبيرة شايفين أحمر وتيجي الصبح تلاقي اللون الأخضر فتجري وتشتري وتخسر فلوس ولكن في عملات مهمة جدا لازم نشتريها امبارح انا نزلتلكم على التليجرام المجاني غيرت تاختل بار كود تعمل سكان لو انت مش مشترك معنا عشان بيكون فيه سرعة لأبديت الأخبار اللي احنا بنتكلم عليها كنت من فترة اديتلكم عملات وهذا لا يعني ان اللي دلوقتي بيسمع الفيديو نشتريها لانها هترجع تاني تنزل فكنت منديكم في الدند كنا منديين مضربات فلوكي كنا منديين في الهولو تمام ودينا في عملة وصلت دلوقتي وانا بتكلم معاكم للاثنين وتمانين في المية ربح في اسبوعين تمام فكل اللي بيركز معايا وكل اللي بيشوف الحلقة وبمعاورة وقلم بيقدر يحقق ارباح كويسة بفضل الله اما لو محفظتك اكبر من الثامن تلاف يو اس دي تي فتنضم معانا افضل في الفي اي بي لاني حاجات كتير جدا احنا مش بنزلها على القناة ودي بتبقى عملات مهمة واكيد في فرق كبير مما بين العملات العامة اللي احنا بنتكلم عليها ولو في حاجة احنا بنشتغلها في اي بي او ادارتها بشكل مختلف جدا لانك بتتابع المحفظة محفظة 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 مع العمين لذلك ما تجريش ورا اي حاجة فيها خط اخضر انتظر ولكن نخلي بالنا ان ممكن في اي لحظة السوق يفلت منه ويطلع ولو طلع السوق هنشوف البيتكوين في ارقام بعيدة خالص واحنا دخلين على اخر اختبار فلذلك ارجع تانا اقول لو عملتك اللي في المحفظة خسرانة فلازال معظم العملات خسرانة فتبدل مشروع سيء بمشروع جيد لو عايز تضمن مكسب ادي رقم واحد لو عندك لسه ما دخلتش السوق فالوقت الحالي هو افضل وقت لدخول السوق مع اختيار المشاريع الهامة اللي هي تقدر تحقق لك ارباح لما اتكلمنا معاكم على الماتيك الماتيك في شغل كبير الحلقة اللي جاية اللي بعد دي على طول هنتكلم على الاسيريام بعد طلب كبير جدا وهو يستاهل نتكلم عليه دلوقتي وبعد حلقة الاسيريام الحلقة اللي اندو مستنينها اللي هي خاصة بالعملة اللي هتطلع من 45 سنت وتوصل للمية 171 دولار ارتفاع فوق الكانل 419 في المية عملة مهمة جدا وليها ارتباط يعني بحاجة كبيرة قوي 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 هتحصل بعد حدوث الشبكة الجديدة الخاصة بالاسيريام هنسيب دل حلقة الاسيريام ونرجع تاني في البيتكوين ونأكد ان الوقت الحالي مش وقت شراء الوقت الحالي وقت متابعة حريصة بشكل جيد عشان تقدر تحقق ربح محترم في عملات مهمة بديلة الربح الحالي في البيتكوين هيكون صعب لان مهما كانت امكانيات المحفظة الخاصة بيك انت لو معك 1000 دولار نفسك تخليها 2000 فصعب انك تشتري البيتكوين على 23 عشان لما يوصل ويبقى 100 في المية يبقى معك ساعتها 1000-2000 بس ممكن العملة 1000 دي تحطها في عملة تاني بديلة تختارها من الكلام اللي احنا بنتكلم عليه ومن التحليلات اللي بنقدمها عشان تقدر تحقق بدل 1300-1400 وساعتها ممكن يكون البيتكوين في نفس النقطة اللي هي الـ 46000 تحياتي ليكم كنتم مع قناتكم كريبتو بانتلي مان قناة متخصصة في سوق العملات الرقمية وكيفية ادارة المحافظة للفي اي بي عن بعض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة